تقديرات البنك من المتوقع يبلغ متوسط برانت 75 دولار للبرميل في الربع الأخير من هذا العام طبعا مخفضها من مستويات الثمانين دولار سابقا وقبلها مخفضة من الخمسة وثمانين للمزيد ندب إلى ضيفنا من جدة ينضم إلينا الدكتور يوسف الشمري رئيس التنفيذي لشركة سي ماركت لندن أهلا وسهلا دكتور أكيد أولا سؤالك هو عن خلفية هذا تخفيض من قبل مورغانستانلي ليس الوحيد سيتي كان قبل الفترة آيل أنه على أوبيك بلاس أن تخفض الإنتاج للمزيد من التخفيضات لحتى تحافظ على المستويات السعرية للنفط فبالتالي اليوم تعليقك على هذه التوصية من مورغانستانلي أهلا وسهلا ناديين أهلا وسهلا ناصر دائما سعيد في الحديث مع العربية طبعا التخفيض متوقع لأنه لو شفنا التفاعلات الأسعار خلال السابق الأسبوعين الماضيات طبعا فيه نيجاتيب سيجنال جاي طبعا من الأرقام الاقتصادية كما هو معلوم هذا المدهش في الأمر أن نرى نوع من التفاعل السلبي من الأسواق لأننا نتوقع حاليا اللي هو البدء في تخفيض أسعار الفائدة من الفدرالي الأمريكي الأمر المفهوض يخفض أسعار الدولار وينعكس بالتالي ويتفع أسعار النفط لكن أعتقد أن هنا العامل الأكبر ليس بسبب فقط الأرقام الاقتصادية بل وفرة المعروض لأنه خصوصا نحن في اتفاقية أوبك بلس أو دول الطوعية التي هي الإضافية على اتفاقية أوبك بلس هناك فيه وفرة تتجاوز المليونين و سعمائة ألف برميل هو الموضوع الامتثال من العراق من كازاخستان ومن روسيا وفي نظري هذا هو اللي قد يكون أكبر عامل طبعا نانسة طبعا عامل الصين أيضا مهم لكن أيضا أعتقد أنه وفرت المعروض يعني خفض أسعار النفط من مستويات الثمانين دولار إلى ما نشوفه حاليا عند الواحد وسبعين واثنين وسبعين دولار لكن التمديد الذي جاء حاليا من المجموعة هو أعتقد إجراء ضروري إجراء ضروري لكن المسألة هنا لأنه لو استمروا هذا التخفيض إليه العامل طبعا المقبل لو حسب البرنامج اللي شفناه اللي هو في الاتزام في التخفيضات فالمجموعة ما رح تنتج أي كميات إضافية يعني الكميات جدا بسيطة حتى نهاية العام 20-25 وأنا أعتقد هذا اللي ممكن يعيد التوازن إلى الأسواق بشكل جدا كبير دكتور يوسف نحن الآن طبعا قلقين من أوقام الطلب دكتور يوسف اسمح لي لكن قيام التأجيل الآن وتأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهرين من الدول الثماني الرئيسية في أوبيك بلس لربما اشترى بعض الوقت للمجموعة لإعطاء فرصة أوسع للسوق لنرى ما إذا هذا الضعف حقيقي مستدام أم سيتعافى الطلب خلال الفترة المقبلة ولكن بعد انتهاء الشهرين هل تعتقد أنه ما زال تحالف أوبيك بلس أمام مفترق طرق المضي قدما بزيادات الإنتاج التي كان قد أعلن عنها في شهر ستة من الآن وحتى نهاية العام المقبل للمحافظة على حصته السوقية أم الاستمرار في ضبط المعروض بشكل أكبر لدعم الأسعار هل هذا هو السؤال الأكبر الذي يواجه التحالف أعتقد بشكل طبيعي أخي ناصر لأن التحالف متوقع أنه يكون عندهم اجتماع في ديسمبر العام الحالي متوقع أنه يعقد في فيينا حسب ما سمعت لكن أعتقد أنه هذا جدا مهم لأنه إذا شفنا الآن مستويات الأسواق وبدأت تنخفض مثلا احتمال دون السبعين دولار زي ما توقعت بعض البنوك ممكن توصل إلى مستويات الستينات لذلك أعتقد أنه موضوع تمديد عادة البراميل في العام المقبل حتى يكون تمديدها إلى عام 25 مساوية بالتخفيضات الثانية التي هي من 9 دول وتخفيضات أوبك بلس التي هي 22 دولة أعتقد هذا قد يكون إجراء جدا مهم وأعتقد أنه تكلم فيها سمو وزير الطاقة السعودي أن الاتفاقية ما هي رود ماب ثابت أنها معارضة لتغيرات الأسواق وهم جاهزين لاتخاذ أي إجراء تصحيحي إلى عدد الحاجة شكرا جزيلا لك دكتور يوسف الشمري رئيس تنفيدي لشركة سي ماركتس أهلا وسهلا بك إذن مشاهدين وقفة شكرا جزيلا لك